السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة يا إخوان دي الأربعة في شهر واحد غنطرقوا لعدة أخبار من بينها وللأسف يا إخوان سوللة أوميكرون لما زالك تسجل أرقام قياسية جديدة لا في إيطاليا لا في فرنسا لا كذلك يا إخوان في أمريكا وعدة دول أوروبية غنطرقوا لها يا إخوان وغنشوفوا جميع الجهات الإيطالية يشحل حالة لسجلات اللي هو رقم ما كيسجلوش من شهر تسعود اللي داس غنطرقوا يا إخوان الظهور سوللة جديدة في فرنسا واللي بطبيعة حالي إخوان هذا الموضوع تم تدخيم دياله بوحد طريقة كبيرة في المواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من بعض الصحف يا إخوان غنطرقوا لهذا الموضوع وغننشرحوه وغننقولوا أشنو كيقولوا العلماء ولا داعية للخوف يا إخوان ماشيش حاجة لها كتخلع غنطرقوا كذلك يا إخوان على الإعلان عن التاريخ ديال تصويت على رئيس الجمهورية الإيطالي الجديد واللي بطبيعة حالي إخوان غنطرح لكم كذلك كيفاش كيسوتوا وشنا هو السيستام اللي كيخدموا به وشنا هي الشروط وشكل عنده أوفر نيسا بيه إخوان باش يتولى المنصب ديال رئيس الجمهورية الإيطالية بطبيعة حالي إخوان غنطرقوا كذلك على دخل المواطنة إلى عقلتي يا إخوان على الاقتراح اللي كانوا كيقولوا غينزلوا من عشر سنين لخمس سنين هذاك الاقتراح في نوصل لأنه القانون راه تسين عليه يا إخوان بطريقة رسمية غنقول لكم هنا يا الجديد وغنمشون نتكلموا يا إخوان على السياسي إيطالي من لومباردية اللي تيقول بلا أنه المجرمين للمغاربة خاصنا نرجعهم البلدان ديالهم من بعد العقوبة السجنية وبطبيعة حلي إخوان السبب ديال التدخل دياله وهو واحد جوش ديال المغاربة الشباب اللي عندهم عشرين وثمنتاشر سنة اللي بطبيعة حلي إخوان تشهروا هاد اليومين في جميع الصحف الإيطالية تكلمت عنيهم على بعض الجرائم اللي يرتاكبوها يا إخوان غنتكلموا عني هات الشي كامل وكيف ما العادة غنشكركم جزيلا الشكر على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ممشتشاركاش اشتركوا يا إخوان باش قد توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غنطرقوا الحالة الوبائية في إيطاليا لأنه يا إخوان من بعد الأعياد ومن بعد كذلك إخوان نهاية الأسبوع الأرقم كانت نازلة ولكن راه كان مترقب أنه الأرقم طلع يا إخوان اليوم الأرقم اللي غنشوفوه هي التحاليل الدارة البارح يوم الاثنين لذلك إخوان البارح راه كل شي مفتوح وكل شي خدام والتحاليل الداره كان رقم قياسي جديد واحتى الحالات رقم قياسي جديد في إيطاليا الناس الذين تصابوا والذين تعادوا في آخر 24 ساعة أراهم 170.844 شخص والعدد الناس الذين توفوا رقم كبير بزاف لذلك الناس الذين سجلوا 259 حالة وفاة والناس الذين توفوا النهار اللي قبل كانوا 140 في حين أنه العدد ديال التحليل رقم قياسي جديد اللي هو مليون وميتين وثمانية وعشرين ألف تحليل بطبيعة حال التحليل الذين داروا النهار اللي قبل كانوا 445 ألف والنسبة يا إخوان رايك تنزل شوية لذلك في كل مية التحليل لك تدر إيطاليا كتلقى 14 شخص يا إخوان ببوزيتيف قلت كتنزل يا إخوان لأنه في الأيام اللي ذا سرع كانت في 20% 22% وطيب يتحرك تبقى واحد نسبة مئوية مرتفعة للغاية راه في العادي خاصة تكون في جوج في 3 في 4 إلى كترنا المهم هات السلالة سلعات الانتشار يا إخوان وكينضغط على المؤسسات الصحية وكذلك المختبرات والصيداليات يا إخوان لكي دلوا التحليل هات الشي ليوم دراكي يا إخوان الفكرة اللي قال هو أنه في الإجتماع دي الغدة وصراحة أرى ما تطرقش ليفتشي فقرة هاد الإجتماع لأنه ضيش تطرقنا ليه البارح دراكي اليوم قال كينانية أنه لزم السوبر غريم باس على جميع الناس لخدامه هاكا يا إخوان ذكي 400 ألف شخص اللي يوميا كتبشي تدير تحليلها باش تاخد غريم باس باش بشي الخدمة ما غاديش مقد تاخد غريم باس وغاديش تجلب على حسب ما قال دراكي وهكا غادي نحاولوا أننا نديروا التحليل الناس اللي محتاجهون الناس اللي كتعادة والمخالطين في عوض ما أنهو نبقى نعطيوها الناس باش بشي الخدمة وباش تدير الجريم باس بطبيع يتحالي إخوان الناس اللي ضد هاد القانون غاديش تقول لك لله نحيدوا الجريم باس ونمشيوا الخدمة بلا جريم باس ولكن الهدف دي الحكومة هو أنها تلزم على الناس تجلب يا إخوان وديرها هاد القانون دي الجريم باس لذلك حاليا هذي الفكرة دراكي الحزد دي اللي لا يقى يا إخوان راه معارض هاد القانون الحزد دي الحركة الخمسة نجمتها هو المعارض هاد القانون يا إخوان كيقولوا بلا أنهو نمشيوا تدريجيا ما نلزموش على كل شيء ولكن نمشيوا درجة درجة حاجة أخرى اللي مهم ما يا إخوان هو أنه فيما يخص نسبة الناس اللي كتدخل لإنعاش وهذا الرقم أنا يا إخوان هو اللي مخوفني شوية لأنه الناس اللي كتدخل لإنعاش اليوم كتزاد باربعين ماشي رقم كبير بززاف ولكن اللي دخلوا فعليا نراهم يا إخوان مية وثلاثة وخمسين شخص اللي دخلت فاربع وعشرين ساعة وبطاب يتحال يا إخوان حيث دخلت مية وثلاثة وخرجت مية وثلاثة وخرجت مية وثلاثة لأنه كيش يوحدين فيه متشافة وكيلي توفى للأسف أرى يعني كتولي الفرق زائد ربعين وبطاب يتحال إلا بقائنا غادرين بهذه الدرجة يا إخوان غالبقى وكل نهار زائد مية زائد ميتين زائد ثلاثة مية في الإنعاش وغير عمروا الإنعاشات دي جاي إخوان خمسةاش رجيها في إيطاليا فاتت نسبة الخمسةاش في المائة في نسبة الملء دي الأسيرة يعني بداية يا إخوان شوية ضغط في الإنعاشات دي البعض المناطق الإيطالية زيادة على هذا يا إخوان كنقولوا بلا أنه الناس اللي حاليا ببوزيتيف أراهم مليون ومئتين وخمسة وستين آلف شخص يعني تقريبا يا إخوان من هنا اليومين غالوا ليوا في مليون ونص ديلة الناس اللي هي دير الحجر الصحي لأنها ببوزيتيف وبطاب يتحال كل ما ديروا في القالون دير الحجر الصحي يا إخوان لك حيض الحجر الصحي للمخالطة اللي دير الجرعة الثالثة والجرعة الثانية لماذا تشعلها أربعة أشهر أراك أننا غدي نلقاوي إخوان كتار من خمسة المليون ديت الناس اللي هي دير الحجر الصحي حيث مخالطة ولكن إجماليين هادو ملحلة كنين في الجهز لومبرديا عدناي إخوان خمسين ألف حالة إصابة الفانيتو 16 ألف الكامبانية 12 ألف لميليا رومانية 8700 لاتسيو 9300 بيمونتي 20 ألف السيشيلي 18 ألف وثمانية تسكان 20 ألف وبطبيعة حل تسكاني إخوان الحجر اللي هي غدي نقوله هو أنه النسبة ديال الناس اللي هي بوزيتيف في كل مية تحليلة أراها أكثر من 22% عندهم النسبة مرتفعة بززاف البولية 1600 الفريولي بناتسة جولية 1800 ليغوريا 2000 وباقي الجهات يا إخوان اللي بروتس رفاها 5000 كذلك إخوان الجهات الأخرى لومبريا 1800 وبطبيعة حل جهات الأخرى رأى أقل من ألف نمشون نشوفوا إخوان أخبار أخرى في السجون يا إخوان حتى الفيروس راح بدأ كينتاشر حاليا الناس اللي هم في السجن وهم بوزيتيف راحهم 840 أخوان والناس اللي مسجودون في السجن في إيطاليا راحهم 53 ألف الناس اللي هم في الرجال الشرطة السجنية وراهم بوزيتيف راحهم 877 وفيما يخص إخوان بريطاني كتسجر رقم قياسي جديد لأول مرة كتفوز 200 ألف حالة إصابة وبالتحديد 218 ألف حالة إصابة والتحاليلي داروا راحهم مليون وسبعمائة ألف تحليلة رقم كبير دي التحاليل فيما يخص إخوان كذلك السويد كتسجر رقم قياسي جديد 11500 وحتى المالي كل مالكة يا إخوان دي السويد راحهم طلعوا بوزيتيف داروا الجرعى اللولة والتانية والتالتة وكيقولوا بلا أنه الحالة الصحية ديالهم ممتازة وعندهم أعراض جد خفيفة بطبيعة الحال فيما يخص فرنسا كتسجر رقم قياسي جديد تهي يا إخوان 300 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة رقم اللي كبير بزاف وبطبيعة الحال غير مش نشوفه يا إخوان آخر الأرقام اللي كتجين من أمريكا كتقول بلا أنه الناس اللي لقاوا ببوزيتيف أراهم مليون و42 ألف شخص يا إخوان مليون و42 ألف مع العلم أنه هاد الأرقام فيها بعض الناس يا إخوان وفيها بعض العينات ديال التحاليل للدارس كذلك في الويكند يعني ما نقدروش نقوله عير في 24 ساعة ولكن لأغلب ديالهم ديال آخر 24 ساعة وكين تحاليل ديال نهاية الأسبوع زيادة على هذا الرقم القياسي السابق ديال المريكان يا إخوان كان 591 ألف حالة عدوى بطبيعة حالي إخوان أمريكا راه كبير وفيها بزاف ديال السكان مقارنة بفرنسا ولا بريطانيا ولا كذلك بإيطاليا ولا ألمانيا بهذا يا إخوان كون ندر نوحة تلخز ديال حالة الوبائية فهذا الفقرة يا إخوان غن تكلمو عن الموضوع الأكثر تداوين اليوم في مواقع التواصل الشماعي وحتى يعني الصحف كلهم تكلموا على هذا الموضوع يا إخوان ألا وهو ظهور سلالة جديدة في فرنسا وهذا الموضوع صراحة يا إخوان خضاء كتار من الحجم دياله لأنه كان واحد الإنقيسام مبيل العلماء كذلك كان بعض العلماء اللي كيقولوا بلا أنه الأمر لا يستدعي قاع هذا الاهتمام وبلا أنه ما خصتاش ندخموا الأمر ونعطيوا لهذه السلالة الحجم كتار من الحجم ديالها الحقيقي وكين طبيعة العلماء اللي تيقولوا لا خصنا نأخذوا موضوع بجدية ونأخذوا كل احتياطات ديالنا ومن هات الشي كامل يا إخوان منظمة الصحة العالمية تكتفي بالمراقبة أول حاجة اللي غدي نقوله هو أنه اللي خلنا الناس تتكلم عن هات السلالة يا إخوان هو العدد الكبير ديالتغييرات اللي طرقات على الفيروس يا إخوان إلا قلنا بلا أنه السلالة أوميكرون تغييرات اللي كانت 32 هات السلالة يا إخوان تغييرات اللي كين على الفيروس رهاز 40 تغيير يعني واحد لعدد كبير يا إخوان وعلى حسب الفاريق الفرنسي اللي كان في مارسيليا واللي كتشف هات السلالة يا إخوان راه هات السلالة عندها واحد الإمكاني ديال أنها تراوغ الجلبة وكذلك سريعة الانتشار وحاجة اللي مهمة في ممكن تكلموا للسلالة يا إخوان خاصنا نرد البال لواحد الحاجة تاريخ ديال أول مرة تلقات وهذه راه معلوما لبطبيعة حالي إخوان عندها أهمية كبيرة بززاف لأنه هات السلالة راه ما تمشي الاكتشاف ديالها اليوم تم الاكتشاف ديالها نهار يا إخوان عشرة في شهر 12 يعني تقريبا هذي شهر وتم الاكتشاف ديالها وللأسف كيف ما كيوقع مؤخرا فيما كتبالشي سلالة فين ظهرات الأول مرة بطبيعة الحال هذي القوى يا إخوان في فرنسا ولكن منين جات جات يا إخوان من أفريقيا وبالتحديد من الكاميرون وحد السيد اللي رجع من الكاميرون جال فرنسا داروا لي التحليلة طلعت ببوزيتيف تحليلة ديالوا إخوان داروا عليها التسلسل ومنين جوا ويشوفوا القوى سلالة جديدة لذلك على حسابي إخوان هذي المختبر الفرنسي اللي كان في مارسيليا هات السلالة راه سريعة الانتشار وبطبيعة الحال الحدود ساعة الناس لعاداتهم وليلقوا عندهم نفس السلالة راههم 12 إخوان في المنطقة ديال مارسيليا في العالم كامل 21 ولكن ما كنتشي بلد آخر يا إخوان من غير فرنسا اللي ظهرت فيها هات السلالة اعطاوا الاسمي إخوان ديال السلالة إيهو واللي بطبيعة الحال على حساب المختبر الفرنسي راه عنده واحد سلة قرابة وخا قرابة بعيدة مع السلالة أوميكرون يعني كف ما كنقول وحنا بالداري جاي إخوان ريحت الشحمة في الشاقور بطبيعة الحال وخا هات الجملة تقدر تبال لكم بلا أنه مضحكة راه نفس المنظمة الصحة العالمية إخوان كتقول بلا أنه هات السلالة اللي كيتكلم عليا العلماء الفرنسيين راه ضيجة تحت المراقبة والأم ديالها راه هي بي واحد السمية ورمعين ما كنتكلموشي إخوان على الأم بالمفهوم اللي عد نحنا يا الأم والإبن ويعني هاد العلاقة اللي كينما بالإنسان ولكن من كيقولوا الأم فيما يتعلق بالفيروس يعني الأصل ديال هاد الفيروس لذلك هاد الفيروس راه تحت المراقبة وبلا أنه منظمة الصحة العالمية كتقول السيستام اللي عدنا من أجل مراقبة السلالات راه واحد السيستام اللي هو يفعال لذلك لا داعي للخوف وزيادت على هاد الشيء كامل يا إخوان هو أنه طوم بيكوك اللي هو يا إخوان واحد العالم بريطاني كيقول بلا أنه هاد السلالة أصلا عير 21 شخص هو اللي تعادى بها وظهرت قبل السلالة أوميكرون السلالة أوميكرون راه ظهرت يا إخوان من وراها وعادت العالم كامل هادي كنت خاطرة للغاية كون عادت الناس سهية ولكن راه ما كتعادش النا بزاف يا إخوان وما كيناش الحدود السعب واحد درجة كبيرة بزاف لذلك كيفما كيقول هاد العالم ما كين حتى شي داعي أننا ندخموا الأمر ونعطيه كتار من القيمة دياله ولذلك نراقبوا هاد السلالة ولكن بلما نتخلعوا ولكن حاجة اللي هي مهمة يا إخوان باش نكون واقعي معاكم هاد الأمر يا إخوان تعطاتوا بزاف ديال القيمة خصوصا من الصفحات اللي كانوا في المواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من بعض الصحف يا إخوان ولكن الصفحات لهدف ديالهم يا إخوان هم يلعبوا على التعاليق ويلعبوا على اللي لايك ويلعبوا كذلك على التعاليق ديت الناس اللي مقلقة لذلك الهدف ديالهم هو يخلقوا واحد الراواش في الصفحة والأغلبية ديال الصفحات هي صفحات يا إخوان لماشي إخبارية باش نكون واقعيين يعني منيك تقول ظهرت سلالة جديدة في فرنسا أول حاجة غتختار في بالدك السيد اللي كيقرأ هو أنه يدير واحد تعليق وهتشرها بزاف وتالين وصف يبقين هنا ولذلك هذه الصفحة كيكون عندها واحد الراواش أما من ناحية العلمية الناس يا إخوان ر تشوف أشنو قالت العلماء تكتافي عرب هذه الصورة اللي كتنشرها واحد الصفحة وهو ما يا إخوان ذوك الصفحات رهن ربح ديالهم الكبير هو أنهم يخلقوا الترافيق بهذا الطريق اليوم يا إخوان روبرتو فيكو اللي هو يا رئيس مجلس المستشارين علن على أنه غتكون الجلسة لتحديد رئيس الجمهورية الإيطالية نهار 24 في شهر واحد لذلك يا إخوان مبقى والو وغليتم لإعلان على شكونا هو يا رئيس الجمهورية الجديد اللي غيجي في بلاستي إخوان ما اضطر إلا وبطبيعة الحال هذا الموضوع جد مهم يا إخوان ومهم للغاية لأنه غتكون عنده ربما تدعيات على الشعب وكذلك على الحكومة الإيطالية من بين السيناريو هاتي إخوان المحتملة هو أنه يتم تعيين دراقي كرئيس جمهورية وما غيبقاش كرئيس حكومة ولذلك ربما غادي تنشب مشاكل يا إخوان ما بالأحزاب اللي هي أصلا أحزاب اللي في الطبيعة ديالي يا إخوان ضد بعضياتها يعني بحل حزب ديمقراطي ولا ليغا وكذلك يا إخوان الحركة خمسة نجوم لذلك كينا إمكاني أنهم يا إخوان يتناقشوا وتسقط الحكومة كيف ما كانت تسقطات يا إخوان من بعد ما تناقش كونتي مع رانتي ولذلك كينا إمكاني أنه لأحزاب تختار شكونا هو رئيس الحكومة الجديد ولكن دراقي يا إخوان تقدر الحكومة تطيح من بعد يعني أشهر قليلة من بعد ومن بعد يبشي وصوته ولذلك غايبشي وصوته يا إخوان قبل الوقت وحاجة اللي هي مهمة الناس اللي هي على حسن المراقبيني إخوان السياسيين هنا في إيطاليا تقولوا الأول واحد شخص مترشح أنه يقول لرئيس الجمهورية قادم هو دراقي والشخص الثاني هي وزيرة العادية إخوان كارتابيا بطبيعة الحالية إخوان حاليا الأحزاب كتحاول أنها تدير واحد الحوار كتحاول أنها تتفاهم وتتناقش ولكن أمام أنه المترشح الوحيد لكي لحدود الساعة هو سيلفي برلوسكوني عدة أحزاب من بينها ريانسيا إخوان ومن بينها الحزب ديال حركة خمسة نجوم كيقولوا إحنا ما غنصوتوش نهائيا لسيلفي برلوسكوني وزيادة على هذا الحزب الديمقراطي قال اليمين الإيطالي إلا بغيتوا نقلصوا في واحد طاولة ونختاروا جميع شخصنا هو الرئيس القادم ديال الجمهورية الإيطالية خاصكم تحيدوا وتنازلوا على الترشح ديال سيلفي برلوسكوني هكا هذا هو الشاطئ إخوان دياللي يصار باش يقلص مع اليمين ويتتافقوا على شخص يقدر يكون رئيس الجمهورية هذه أول حاجة ثاني حاجة كيفاش كيتختار يا إخوان رئيس الجمهورية اللي نقدر نقول لكم هو أنه كيتم الاعتماد على المجلس المستشارين يعني البرلمانيين اللي فيه وكذلك مجلس الشيوخ والبرلماني اللي فيه وكذلك يا إخوان مفوادين ديال الجهات لكل جهة عندها ثلاثة لذلك إجمالين يا إخوان كنت تتكلموا عن الناس اللي غدي تصوت على الرئيس الجديد غدي تكون حوالي آلف وسبعة الناس باش يتم تصويت على الرئيس الجمهورية خسم يا إخوان يدخلوا لهذه الأماكن اللي هي كتكون مغلوقة ويكتبوا باسمية للشخص اللي بغان يصوت عليه فالورقة اللي غدي تكون مضي يا إخوان من رائس مجلس المستشارين ومضبوع فيها وطبيعي الحال غدي يدخلوا بكتبوا باسمية ديالها وغي خشيوا في هات السلة من بعد يا إخوان لذلك من بعد غدي ياخضوا ذلك الأوراق اللي في السلة وغي يقراهم يا إخوان رائس مجلس المستشارين بصوت عالي أمام الملأ سيبدأ يحسب الأصوات وفي التصويت الأول والتصويت الثاني والتصويت الثالث النسبة التي يتم الإعلان بأنه سيدي سنجحه أو رئيس جمهورية هي هذه الثلاثين أما ابتداء من التصويت الرابعة سيحتاجون 50% يعني ينزلون يا إخوان حتى إذا لم تتفقتوش ثلاثة المرات سننزلون لكم 50% وفي هذه 50% إلا ما تتفقوش يبقوا يصوتوا 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 حتى يتفقوا يا إخوان يوصلوا 50% على سيدي وعين باش تفهموا مزيانة إخوان رايها كين بعض الرؤساء اللي تم تعيين ديالهم من بعد أربعة تصويتات كين من بعد ربعة كين من بعد واحد وكين من بعد ثلاثة وعشرين تصويت لذلك رايها هاد الجلسة اللي كتكون جلسة وحيدة وتقدر تدوم أيام ديك الجلسة لذلك يعطيهم حتى وقت باش يتفقوا بناتهم ويكونوا حتى الاتفاق سياسي ما بين الأحزاب نقول لكم اللي كين حاليا إخوان هو أنه ليامين الإيطالي يقدري إخوان يعول على 450 صوت في حين أنه ليسار يقدر يعول على 420 صوت وبطبيعة حلي إخوان 50% رايها جابت حوالي 504 ديال الأصوات لذلك رايها باش يلقوا اتفاق صعيب رايها يا إخوان خرجنا من ليسار إلا زدنا رايها ينسير سنوصلوا الـ 463 ولكن إجماليا لا يميل لا يسار يقدر يختاره خاص يكونوا واحد اتفاقي يا إخوان ما بين الأحزاب وغدين شوفوا الاتفاق اللي غادي وصلوا لي واحد الواقع يا إخوان اللي كانت سوقعت سنة 1992 أوسكار لويجي سكالفارو اللي كان ديك السعية إخوان رئيس مجلس المستشارين كان كيقراء في النتائج جيلة صوتات اللي دارو يا إخوان برلمانيين بصوت عالي كيف مقنة وكيكتشف بلا أنه الأغلب ديال الأصوات كان فيها الاسم ديالو لذلك قبل ما يوصل ديك للنسبة يا إخوان ديال 60% أو 50% ناظم البلاسو وتم تعويض ديالو يا إخوان بالنائب ديالو وهو بشل المكسب ديالو اللي كان في مجلس المستشارين وبقى كيكتشن النتائج يا إخوان الأخيرة ديال ديكت سويتاس لعينته كرائيس جديد للجمهورية الإيطالية يلذلك يا إخوان هذا هو كيفاش كيتم الإختيار ديال رئيس الجمهورية الإيطالية وغادي نشوفوا شكوني غادي يكوني إخوان في إيطاليا وربما يقدر يكون دراقي ولكن إلا كان دراقي غادي تكوني إخوان الحكومة في واحد المأزق لأنه ما غاديش يقدروا يستمروا وهذا ما يقولون يا إخوان كل المراقبين السياسيين لحدود الساعة فهذا فقر يا إخوان ستطرقوا واحد الخبر اللي صراحة من البارح وجاميع الصحف الإيطالية لما قلنات الأغلبية ديالهم يا إخوان تكلموا لي يتعلق بجوج ديال الشباب مغاربة يا إخوان عندهم 18 و 21 سنة وديجا يا إخوان عندهم بزاف ديال الصوابق وهذا شي ديجا مؤسف وهذا الأمر أنا ما كتش بغا نتطرق ليه لو لا التدخل يا إخوان كذلك السياسيين اللي هما كانين في الجهات اللمبردية هات جوج ديال الشباب على الشكل المعلم لأنهم يا إخوان دخلوا في شهر عشرة للسجن لأنه كانوا داروا واحد جريمان واحد السيد في مونزا بريانسا شفروا لي يا إخوان المونو باطينو هذيك تروتينيات يا إخوان ديال الضو وكذلك شفروا لي هندادر ديالوفستاسيون من بعد يا إخوان غايلقواهم البوليس وغايش الدوم وغاي دخلوا للحبس ولكن النهار اللي غاي خرجوا يا إخوان من السجن غاي القواوا البوليس أمامهم وغاي عاودوا يردهم يا إخوان نفس السجن لذلك دبا ما زال كيتسنوه في المحكمة يا إخوان وغاي عاود يتحكم يا إخوان بأشهر إنا ما قلنا السنوات ديال السجن لأنه كما تشوفوا معي في الصورة واحد هو هذا والتاني هو هذا يا إخوان والتالث ما زال ما تعرفتش عليه الشرطة الإيطالية هنا يا إخوان كهربوا موحد السيارة ولذلك البوليس فشدوهم يا إخوان على أنهم شفروا وصرقوا واحد الدر اللي كان في مونسا بريانسا هذي الناس يا إخوان في نفس النهار نفس النهار يا إخوان تاجهوا المدينة أخرى اللي هي مدينة كومو واحد السيد اللي عنده 65 سنة يا إخوان قالوا لي نزل من السيارة باش يتكلموا معاه وصرقوا لي السيارة دياله بطبيعة حالي إخوان من بعد دين ونشاء البوليس غاي قدر يلقى السيارة كينا في مدينة ميلانو ولكن من بعد ما غادر واحد الحادث والفيديو يا إخوان رات قدروا لتلقوا في الانترنت دري اللي كان سايق بيهم ما كيعرفش يسوق ولذلك في واحد السيارة يا إخوان خرش في الطمويلة اللي قدامه نزلوا من السيارة وهربوا هنا فش غاي قولوا البوليس وفوصت السيارة يا إخوان تدروا لي فش هربوا خلوا تليفونات ديالهم وعن طريق تليفونات البوليس قدروا يتعرف عليهم طبيعي الحالي إخوان نهار اللي غاد يخرجوا من السجن البوليس والكويستورة عارفهم غاد يخرجوا وباتفاق مع القادي ديالتحقيقات الأولية تافقوا باش أنه غير يخرجوا ويسلموهم يا إخوان بالغ بلا أنه راغ يتم القبض عليهم على تهمة وعلى جريمة أخرى طبيعي الحالي إخوان خبر بحل هذا بعض السياسي اللي هما يمينيين وكنت كلموا على المسؤول على الأمن في الجهة ديال لومبردي يا إخوان ديكوراتو اللي حاول أنه يستغل هذا الخبر وقال بلا أنه يا إخوان المهاجرين المغاربة خصوصا هاد الجالية قال ليهم سنوات الأخيرة كنلاحظ أنهم كدروا الإجرام لذلك خاصنا نقول لهم نصيفطوا الناس من تسالي العقوبة السجنية ديالها نصيفطوا هالبلدان ديالها وخصوصا بلدك المغرب لما فيه لها مشاكل لحرب لذلك خاصنا نصيفطهم البلدان ديالهم بطبيعة الحالي إخوان قال كذلك بلا أنه أنا مفهمتش علش ما كيسيفطوهمش وزيد أكد على أنه إلا ما كانوا كيسيفطوا المهاجرين اللي كيدروا الصداع بحل مهوكايا كيينة نية ديال السياسيين وبعض الأحزاب وكيتكلم على الياسار الإيطالي باش يخليوا هاد الناس ترساكب جرائم في المجتمع الإيطالي بطبيعة الحالي الحاجة اللي بغيت نوضحها يا إخوان هو أنه في الكلام اللي قال الصحف الإيطالية وهذا الشي راح نشراته عدة صحف إيطالية يا إخوان وتقدروا تلقوا الخبر قلب لا أنه هاد الجالية المغربية راح تسعمية وسبعين شخص في السجن حاليا في لومباردية وهو الشيء اللي كيمثل تولوت ديت الناس اللي في الحبس بطبيعة الحالي إخوان دائما هو يا في الموقع ديال الجيها يا إخوان كيفما كتشوفوا معايا الكلام دياله راح مغاير هو تيقول تولوت أراهم ما يا مغاربة ولكن مني كنجون شوفوش حالية الناس اللي بجودها في الحبس في لومباردية أراهم تملاى 1.645 الناس اللي هم مهاجرين أراهم كيشكلوا يا إخوان 3.40 في المائة لذلك قل من 4.000 والمغاربة أراهم ما وصلنش يا إخوان حتى العشور يعني يا إرام ما وصلنش حتى الألف مغربي مسجود في السجن بطبيعة حالي إخوان كنت تكلموا عن 948 أراها كثيرة وكثيرة بزاف مع العلم أنه كان بزاف هذه الجرائم اللي مثلا تبزنيزوا ذلك الشيء ما ليهم كيبشوش في السجن وكيعطيهم حبس الضار لذلك الناس اللي هم من الجنسية المغربية وفي الحبس ولعندهم حبس ضارة هم كثير صراحة وهذا الشيء مؤسف ولكن يا إخوان خاصنا نعرفوا بالله أنه وراكين شيء سياسيين ليس يقولوا شيء هادرا عير من أجل الأصوات هذا ماشي زم ما يبغي المصلاحة اللي مغاربة ولا هذا الهدف دياله يا يا إخوان هو أنه تبقى عنده واحدة شعبية ديال الأصوات ديال الناس اللي هي كتصوت على اليمين لأنه هو يا إخوان كان برلا ماني سابق كان في البرلا مال الإيطالي مني كان هو برلا ماني علش ما نصيفتهم شي يا إخوان وعلش ما درش واحد القانون باش يصيفت الناس دابع حالين جاي كي تشكي يا إخوان ملياسار الإيطالي عير باش يركب على هاد الموجة وعلى هاد الخبر اللي صارحة داع بزاف لأنه ما كتحصلش أنه وجوش شباب صغار فهذا السن كيخرجوا من الحبس وفي نفس النهار كي تشدوا من جديد باش غيبش ويذوزوا عقوبة سجنية تانية ونذكركم دائما أنه السالفيني يا إخوان اللي كان كي وعاد أنه لوقات اللي غيطلع وولي في الحكومة غيصافت الناس اللي هي حارقة أرى مني طلعي يا إخوان ما قدرش يصافت شي واحد علاش لأنه باش تصافت مسألة معقدة خاص القنصوليات يتعاونوا معاك خاص البلد الأصلية يتقبل ومثلا تونس اللي ذاير واحد الاتفاقي مع إيطاليا سالفينيش حلم المرة بشل تونس يا إخوان باش يغير ديك الاتفاقية وما قدرش وتونس ما قبلت شو من حقها لأنه الاتفاق اللي كان ما بين تونس وما بين إيطاليا هو أنه إيطاليا عند الحق تصافة 80 تونسي في الصمانة إلا بغت تصافت توانس اللي كيدروا جرائم واللي كيدروا مشاكل في الطاليان واللي حارقين خاصك سنين وسنين من غير الكلفة المالية لذلك هاد الناس إخوان اللي كتتكلم إحنا معاهم آه يصافتوا هاد الناس اللي كتدير مشاكل واللي كتدير جرائم ولكن را إخوان را عير استغلال الموضوع الواحد الحادث من أجل الكسب الشعبية هاد النقطة هي اللي بغيت نسطر عليها ما يغرركمش إخوان الكلام دياله اللي يقدر يكون صحيح ولكن را عير من أجل أغراض شخصية دياله فهذا الفقرة يا إخوان غير راجعوا للموضوع ديال دخل المواطنة وكننا تكلمنا في الحلقة ديال النهار السبعة تاشف شهر طناشة يا إخوان على بعد المقترحات من أجل تغيير القانون ديال دخل المواطنة الراديسو ديالتشيطة دينانسا وفي هذه الفقرة أنا عاقل مزيان يا إخوان كنا تكلمنا على أنه كين مقترح ديال أنه تنزل المدة بالنسبة للمهاجرين من 10 سنين إلى 8 سنين في هاد السنة اللي حنا دخلنا ليها ومن هاد السنة 2023 تولي على خمسة سنوات طيب يتحلي يا إخوان فهذا المرة مني سجلت ذيك الفقرة كنت قلت لكم بالتحديد ما يلي هاد الشي اللي خلى البرلماني الإيطالي يا إخوان كيقول بلا أنه من المقترحة اللي يقدم يعني باقي ما تصادقش على هاد القانون يا إخوان باقي ما تصوتوش عليه في البرلمان باقي ما تتقبلش الحدود الساعة وكننا عود نركز على هاد الكلمات لأنه يا إخوان الناس كتتدي من الخبر عر العناوين لذلك راكين أشياء اللي هي تقنية خصلوا واحد لابت دمي الطرق لها ونشرحهم زيان لذلك إخوان إجماليا باقي ما تصوتش عليه في البرلمان المقترح ديالو شنا هو يهو أنه نزله من عشر سنين لثمانية السنوات في الفين واثنين وعشرين يعني الناس اللي عندت من السنين ديال ريزيدانسة في سنة الفين واثنين وعشرين ممكن أنهم يقدموا الطالب وهذا المدة الزمنية غدت نزل من سنين لخمس سنوات في الفين وثلاث وعشرين لذلك يا إخوان فهذيك السنة ديال الفين وثلاث وعشرين عرم خمس سنين تقدر تطلب الراديسو ديال تشتا دينانسة بطبيق الحالي إخوان أراكم عارفا لحركة خمسة نجوم قدمت يا إخوان هاد المقترح ولكن أراها الأحزاب اليمينية يا إخوان رفضت هاد المقترح باتاتا ولذلك يا إخوان وكيف ما سمعتوا معي فهذا المقتطف اللي كان من الحلقة ديال 17 في شهر 12 هذا الشي اللي كنت قلت في الفيديو يا إخوان هو اللي كان رسميا حيث القانون يا إخوان ديال داخل المواطن الجديد راه تمت المصادقة عليه في البرلامة الإيطالي ومن السؤول يا إخوان واحد سياسي واش القانون لغايدووز طالب ديال الريزيدانسة يا إخوان من عشر سنوات لخمس سنوات بالنسبة للمهاجرين واش دازوا لللا قل لهم اللا وباللا أنه الأحزاب ديال لا لقام كانوا ضد هذا القانون وكان غايكون واحد تكلف زائدة للدولة لذلك يا إخوان القانون ديال الريزيدانسة بقى كيف ما هو من ناحية ديال العدد ديال السنوات اللي كي يطلبوك الشرط كانت عشر سنين وغادي تبقى عشر سنين جميع الأخبار اللي كانت كالدور سابقا واللي كانت على الاقتراحات ما كانش اتفاق فيها يا إخوان وما تمتش المصادقة عليها من الحكومة الإيطالية ولذلك يا إخوان الأشياء اللي تغيرت في داخل المواطنة هو أنه ناس ولات عندها إمكانية تأخذ عرجوش أوفرتات ديال الخدمة إلا رفضت سوف يدلها داخل المواطنة ولا رفضت اللولة سوف يبدو نقص لها خمسة أورو كل شهر والشرط الثاني اللي تقبل يا إخوان ولداز هو المراقبة المكتفة اللي سوف يتم الاكتشاف لأمر أنه رمى عندها الحق في داخل المواطنة سوف يكون عندها غرامة يا إخوان من غير أنها ستترجع الفلوس اللي اخدأت وطبيعة حالي إخوان راكي اللي كي يوقع في هذه المشاكل وخائر بحسن نية مفرسوش القانون ولكن القانوني إخوان رمى كيرحمش من اللي كي يلقى شي واحد كي يستف ما عنده الشرط